السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاهركم ويعلم ما تكسبون بل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يا رب يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحلت النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إن مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين إخوتي أحبتي في الله بناتي أبنائي أيها المسلمون أجمعين بعد العيد لا ينسى العبد في هذه الفترة خليل الرحمن إبراهيم ولا ولده إسماعيل ومن هذا المنطلق أردت أن نستعرض قيم نجاح الأسرة القيم الأسرية والزوجية والتربوية من قصة خليل الرحمن إبراهيم وهي سلسلة أردت أن أعيش معها ومعكم نتعلم فيها قيمة من أسرة مثلاء من أسرة جعلها الله عز وجل خالدة على مدار التاريخ أسرة مثالية أسرة يعرف فيها كل طرف حق الطرف الآخر وهي علامة سعادة العبد وعلامة هنائه وعيشه عيشة طيبة ثم يرد إلى ربه فينقلب عنده مسرورا فرحا فخورا سعيدا يجتمع بأهله بأولاده وزوجته مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم إنها أسرة متماسكة وهي أهم علامة من علامات نجاح الأسرة هي تماسك الأسرة وتمسكها بدينها وتمسكها بآداب وأخلاق رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيم الأسرية والزوجية والتربوية القيم مجموعة من المثل العليا والأخلاق الراقية السامية مجموعة من المثل العالية والأخلاق الراقية التي تعيش بها الأسرة وتنعم في حياتها ثم تخلد في الجنة بعد موتها فالقيم جمع قيمة وهي الاعتدال والتقويم وهي إصلاح العوجات وهي مجموعة من المثل والأخلاق السامية الراقية وهذه القيم ليست القيم التي يخترعها الناس على أهوائهم أو على حسب عقولهم بل إنها قيم مثالية قيم حقيقية قيم تجلب الخير لأهلها ولمن كان معه في مجتمعه فهذه القيم قيم لا تنتهي ولا تتبدل هي قيم حقيقية لأن الله عز وجل هو الذي أسسها وهو الذي أرسل الرسل ليعيش بها ونحن نتعلم قيم الأسرة من هذا البيت بيت قوامه رجل هو خليل الرحمن إبراهيم وقوامه إمرأة هي أمنا هاجر المصرية عليها السلام وابنها وابنهما إسماعيل هذا صادق الوعد الحليم الذي وصفه الله عز وجل بأعظم صفة وهي الحلم فبشرناه فبشرناه بغلام حليم هذه الأسرة هي النموذج الأمثل للأسرة التي يجب أن نعيش على هديها قلت قيم أسرية زوجية نبدأ أولا بالقيم الزوجية والبنوة في شخص إبراهيم ثم القيم الزوجية أو الزوجية والأمومة في شخص هاجر ثم قيم البنوة في شخص إسماعيل عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام القيم الله عز وجل يقول ديناً قيم ملة إبراهيم حنيفة ديناً قيم قيماً معتدلاً ديناً على نهج القرآن والسنة ديناً على نهج الوحي المنزلي ديناً جاء به إبراهيم بل جاءت به كل الأنبياء والمرسلين وخاتمهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أسرة مثالية بكل المقاييس أسرة تعيش بمعالم دينها تعيش على طاعة ربها تعيش بمنهج رباني أسرة ليس لها شغل ولا هم إلا أن ترضي ربها وتدعو إلى الله عز وجل منذ الصغر فربها فربها وراجلها وقائدها والمسؤول عنها وراعيها هو خليل الرحمن إبراهيم وما أدراكم ما إبراهيم بالله عليكم إخوتي أسرة بهذا التكوين وبهذا التركيب الأب إبراهيم والأم هاجر والابن إسماعيل كيف كانت تحيا هذه الأسرة كيف كانت تعيش إنها نموذج نموذج تتعلمه البشرية على مدار التاريخ ونحن في ديننا أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم وأوحينا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة فنحن أمرنا في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا أن نقتدي بأبينا إبراهيم وأن يكون لنا أسوة فيه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال ربنا عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه من قومه والذين اتبعوه مع النبيين من بعده داود وسليمان وموسى وعيسى ويوسف كل هؤلاء أولى به لأنهم آمنوا بما جاء به وهذا النبي من هو النبي؟ نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين آمنوا أي آمنوا بمحمد وآمنوا بموسى وعيسى وآمنوا بيوسف وآمنوا بدوود وسليمان وإبراهيم آمنوا بكل النبيين والذين آمنوا والله ولي المؤمنين قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله اختار إبراهيم واصطفاه وجعله إماما للناس وهادية بعثاه بالتوحيد الخالص كما بعث جميع الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود فإبراهيم جاء برسالة التوحيد ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانة لله حنيفة ولم يكن من المشركين إن إبراهيم كان أمة أي جامعا لخصال الخير كان أمة قانة لله حنيفة ولم يكن من المشركين إخوتي أحبتي في الله ربما نعيش مع هذه القيم واحدة واحدة لأني والله رأيت فيها نموذجا سار على هديه وعلى نوره الأنبياء من بعده أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتاده دينا قيما ملة إبراهيم إبراهيم الخليل نعيش مع القيم التي عاشها في أسرته مع زوجه وولده نتعلم منه كيف عاش إبراهيم وصارت حياته وقصته مضربا للأمثال وللعلم إخوتي أحبة في الله لقد جاء ذكر الخليل إبراهيم في كتابنا تسعا وستين مرة تسعا أو ثمانيا وستين مرة في خمس وعشرين سورة من سور القرآن وانتشرت قصة إبراهيم في سبعة عشر جزءا من أجزاء القرآن الكريم إبراهيم خليل الرحمن هو جد نبينا الأعلى وهو القدوة والأسوة لأن الله عز وجل قال لما قال اليهود وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما فالحنيفية دين إبراهيم والحنيفية ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القيم التي عاش بها إبراهيم في بيته تعالوا بنا نستعرض هذه القيم واحدة واحدة فنحن مع قيم الزوجية والأبوة مع قيم الزوجية والأمومة مع قيم البنوة قيم الزوجية والبنوة مع سيدنا إبراهيم قيم الزوجية والأمومة مع السيدة هارم هاجر قيم البنوة مع سيدنا إسماعيل نبدأ أولاً بالقيم الأسرية والزوجية والتربوية مع أبينا إبراهيم أول هذه القيم قيادة الأسرة بالتسليم والامتثال لرب العالمين الرجل الزوج هو المسؤول عن هذه الأسرة هو الذي يحميها يحوطها برعايته وقوته وسعيه وكده يحوطها بأن يأتي ويجلب لها ما ينفعها وأن يدفع عنها ويرد عنها ما يضرها هذه وظيفة الرجل هذه وظيفة الأب لهذا قام بها إبراهيم الخليل من أول يوم بدأ فيه تكوين الأسرة قام بحمايتها ولهذا كان إبراهيم يدعو ربه دائماً بأن يرزقه الذرية الصالحة رب هب لي من الصالحين وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربنا اجعلنا من المقيمين للصلاة ربنا واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي فكان إبراهيم دائماً يحمل قومه يحمل زوجه وولده على هذه القيمة العظمى وهي قيمة الامتثال والانقياد والاستسلام لله رب العالمين وهذا ما نراه طوال حياته في معاملته لزوجته ومعاملته لولده قيمة الاستسلام والامتثال والانقياد لرب العالمين ولهذا اصطفاه ربه عز وجل ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يا سلام أعظم القيم وأعلاها وهي سبب سعادة الإنسان وسبب جلب رضا الرحمن الاستسلام والطاعة والخضوع والانقياد لله رب العالمين إبراهيم اصطفاه الله واختاره وجعله من الصالحين سبب اصطفاء الله له وسبب جعله من الصالحين أنه قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلمت بغير نقاش وهذا نراه واضحا انزل هنا ينزل هنا اذبح ولدك يذبح ولده اترك أهلك هنا واخرج من العراق إلى الشام ومن الشام إلى مصر لا يجادل ولا يرد أمر الله عز وجل بل يستسلم لله وهو كمال الدين وهو تمام الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله رب العالمين وضح هذا في قيادة الأسرة مع زوجته نعم الزوج القائم برعايتها وحمايتها والقائم على الحرص على مصلحتها ومنفعتها وحمايتها مما يؤذيها ويضرها بل ويدلب لها هناءها وسعادتها وراحة بالها كان يسعى دائما لأن يريحها ويسعدها هذا نراه مع زوجته سارة أم إسحاق لما خرج بها من بلاد العراق إلى بلاد الشام إلى مصر ماذا فعل؟ لما دخلت سارة مصر مع إبراهيم وكانت من أجمل نساء عصرها وزمانها وكان هذا الملك الجبار الموجود في مصر يعجبه النساء فما إن يسمع بامرأة جميلة إلا كانت له وحدة فلما دخل إبراهيم بسارة إلى مصر ذهب الخبر إليه أنه قد دخل بلدك امرأة من أجمل النساء هاتوها ليه وكان إبراهيم يعلم تمام العلم أنه إذا قال إن سارة زوجته يقتله الجبار ليستأثر بسارة فقال لها إن سألوك عني فقول إني أخوك فأنا أخوك وأنت أختي في الله فليس أحد على ظهر الأرض على هذا الدين إلا أنا وأنت وطبعا لوط لكن في هذه البلد ما فيش ولا مسلم ولا واحد على دين الإسلام إلا أنا وأنت فلما دخلت عليه ماذا يفعل إبراهيم؟ قام إلى ربه متضرعا مصليا فما إن خرجت من عنده إلا وقام إبراهيم يصلي ويدعو ربه أن يحفظها الله وأن يرد كيد هذا الفاجر المجرم الشرير المارد العنيد أول واجب عليه أن يحفظها بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وأن يدبر لها ما هو في مصلحتها ولهذا استجاب الله دعاءه وحفظ الله سارة وشلى يد هذا الجبار العنيد هم أن يبسط إليها يده فدعت ربها عز وجل وهذا أيضا من القيم التربوية للزوجة أنها تدعو الله أن يحفظها من كل شر وسوء من ذئاب الأرض وشياطين الإنس والجن فقامت هاجر اللهم إنك تعلم أنه ما أحد على ظهر الأرض أسلم غيري وغير زوجي وما أحد مسني بسوء ولا مسني بغيري شرع ولا دين وقد حفظت عرضي وصمت شرفي وشرف زوجي فلا تصلت هذا الفاجر علي فهم أن يبسط إليها يده فما استطاع بل أصابته رعدة أصابته قشعريرة ورد وربما أنه ضرب في الأرض ضربة ولما رأى ذلك قال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولن أمسك بسوء فدعت الله وقالت في نفسها إن يمت يقول أنا قتلته فاللهم رد إليه قوته مثلا كلام من هذا القبيل هذه واحدة حماية الزوجة وأن يجلب لها ما ينفعها وأن يرد عنها ما يؤذيها ثم إنه أيضا يحرص على سارة لما أكرم الله سارة بأن قال الملك الجبار هذا أخرجوا هذه المرأة من عندي فما أدخلتم علي إنسان بل أدخلتم علي شيطان ردوها إلى أهلها وأعطاها جائزة من عندي هاجر وكانت من أجمل الذين يخدمون هذا الملك فقال لها أعطوا لها هذه الجارية خادمة لها فلما رجعت إلى إبراهيم الخليل قال لها هي يا سارة قالت حفظك وحفظني الله عز وجل من هذا الجبار وأعطانا خادمة وزادنا خادمة وهي هاجر أخذها إبراهيم وخرج من مصر إلى بلاد الشام مرة ثانية ومعه هاجر وعاش على ذلك زمانا يعبد ربه ويبلغ رسالة ربه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل هذا الدين ويحمل هم هذه الدعوة فما تركها أبدا يبلغ دعوة ربه بل إنه يقوم بها خير قيام ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به علمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عكفون وقام يأمر بالمعروف ويرد دعوة هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ويأمرهم بدعوة الله ومن القيم الزوجية أيضا حرص إبراهيم على زوجته هاجر على زوجته سارة لما كبر السن بإبراهيم ووصل تقريبا إلى ست وثمانين سنة كما تقول كتب السير ولم يرزق بولد فقالت سارة لإبراهيم يا إبراهيم هذه خادمتي هذه مولاتي هاجر أدخل بها لعل الله يرزقني منها الولد فأنا لن أنجب ولكن تزوج أو ادخل بهاجر لعل الله يرزقني منها الولد وفعلا دخل إبراهيم بهاجر وحملت هاجر بأول مولود لإبراهيم وهو إسماعيل ولما وضعت مولودها هذا الغلام الحليم هذا صادق الوعد الذي وصفه ربه عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فأحبه إبراهيم وأحبته هاجر لكن بدأت سارة تغار من هاجر فقالت لإبراهيم غيب عني هذه لا أريد أن أراها استجاب إبراهيم لأنه يحافظ على مشاعر زوجته لا يعاند بعض الناس بعض الرجال في زماننا لما تقول له زوجته وهي حبيبته وهو حبيبها ويخاف عليها ويحرص عليها لا تدخل فلانا عندك أو لا تكلم فلانا الأجنبية مثلا أو حتى لو كانت له زوجتان أو ثلاث فتقول له زوجته زوجتك الأخرى إذا اتصلت وأنت في بيتي فلا ترد عليها لأن هذا يؤذيني أو لا تحول أن تتصل عليها وأنت في بيتي لأن هذا يؤذيني فيقول لها لا إذن أنت مخطئة راجعي نفسك أبدا بل وجب عليك أن ترأي مشاعرها كما فعل خليل الرحمن إبراهيم وهنا أنظر إلى التربية والقيم النبيلة التي أصلها خليل الرحمن كيف راعى مشاعر زوجته سارة وانتقل بهاجر من بلاد الشام إلى أرض الحجاز ليراعي مشاعرها قيم الامتثال مع الولد مع الابن أولا حب الذرية والحرص على الإنجاب لما طال الزمن بإبراهيم ولم ينجب دعا ربه عز وجل رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وكان إبراهيم وكان إبراهيم نعم الأب ونعم المربي للولد يحرص على صلاحه منذ الصغر كيف أولا بأن يعلمه الصلاة رب اجعلني مخيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أول حاجة يعلم زوجته وولده حسن الصلة بالله تعالى كيف بأن يبدأ هو بأن يصلي بأن يحافظ على أوامر الله القيمة الأولى من القيم الزوجية عند إبراهيم هي تأصيل قيمة الإسلام والاستسلام وظهر هذا واضحا طوال حياة إبراهيم في بيته كيف كانت تطيع زوجته وتمتثل وكيف كان يطيع ولده ويمتثل وهي أعلى مراتب الامتثال والاستسلام لأمر الله عز وجل بدليل أن الله قال له أسلم قال أسلم وقال إسماعيل لما قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر قال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين استسلام لله وطاعة لله وهي أول قيمة تتربى عليها الأسرة أن تسأل ماذا قال الله ماذا قال رسول الله أسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا قلت ما سمعتم وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلت وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدات بيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة